رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق الركن عبدالرحمن عبدالفتاح البرهان بيصل إلى إثيوبيا إلى أديسة بابا في زيارة يعني أنا ليه بقول بتتبع زيارة البرهان لأنه في نفس اليوم اللي فيه مفاوضات صد النهضة بتعود بدعوة سودانية رئيس مجلس السيادة السوداني بيصل إلى أديسة بابا قدام حضرتكم بيقابله أبي أحمد قد الفريق البرهان وأدي أبي أحمد هم اللي كنين يعني فيه أديسة بابا زيارة لبحث علاقات الثنائية والقضايا العليقة والتعاون السياحي والاقتصادي بين أثيوبيا والسودان بين الخرطوم وقديسة بابا وفي نفس التوقيت الحديث أيضا عن إيه عن سد النهضة أنا بني لحضرتكم بس ما يدور حول سد النهضة مفاوضات النهاردة بدأت بدعوة من الحكومة السودانية في نفس التوقيت سفير أثيوبيا في مصر قادلة بتصريح قلتلكه وخلاصته وعبد الفتاح الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس سيادة في السودان مرحلة انتقالية يعني فيه أديسة بابا للحوار والحديث معه زي ما حدوك شاهدين في الصورة الجانب الأثيوبي وطبعا كان مسافر معه زي ما قالته كانت الأنباء السودانية سونة قالوا أنه مسافر معه وزير خارجية المكلف ومدير مخابرات العامة في السودان ورئيس هيئة الاستخبارات الحربية أو العسكرية في السودان وطبعا سد النهضة لن يكون بعيدا عن هذه المباحثات التي تجمع بين الأشقاء في السودان والأشقاء في أثيوبيا وإحنا هدفنا في النهاية أنه هذه الدول الثلاثة تستفيد مما حباها الله من مياه جماعة تاني بعيدة وبقول تاني أن المياه التي تتسقط على إثيوبيا المياه التي تتسقط على إثيوبيا ألف إحنا كل اللي بيوصلنا 55 انت خيل 55 مليار أدم من ألف شيء يعني شيء لا يتصوره عقل لكن في كل الأحوال يعني مش عايزة أعلق ده الاستقبال الحافل للفريق عبد الرحمن البرهان وآبي أحمد عبد الفتاح البرهان وآدي يعني الاستقبال الشعبي أو استقبال الرسمي للمسؤول السوداني من المسؤول ودي طبعا الدروع دي يعني رمزية إثيوبية تاريخية يعني بيستقبل بها ضيوفه دائما أبي أحمد حينما يصل إلى السودان